السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم قناة أم وميور لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية المسك في المنام عليما يدول ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله ياريتي أحبائي تدعموني بلايك وشير للفيديو النهاردة رؤية المسك وهنا الرؤية للجميع حتى المتوفي هنفصل رؤية المسك لي أول حاجة معنا رؤية المسك من الرؤيات اللي هي محمودة للرؤي لأن المسك فيه الحقيقة بيدل على العطور لرؤحتها جميلة ونفاذة فما بالك أنت لو شفت فيه منامك أنت معاك مسك أو الرؤي شاف فيه منامه رؤية المسك فيه المنام هنا هنا رؤية المسك بتدل للرؤي بصفة عامة على الخير والرزق والسعادة للرؤي بإذن الله تعالى خصوصا لو الرؤي كان فقير أو كان الحال عنده ضيق عنده ضيق في الحال كان بيعاني من مشاكل مادية كان بيعاني من بعض الديون أو الهموم اللي موجودة عنده هنا رؤية المسك ليه بتبشره بإذن الله تعالى جيله خير وسعادة بأمر الله تعالى ومال كثير بأمر الله تعالى خصوصا لو كان الرؤي فقير أو ما كانش أو كان بيعاني من ضيق الحال الحال في الأمويل يعني كمان معنا لو الرؤي استشعر في منامه أن رائحة المسك مش موجودة واستشعر كده من أن معه مسك بس ملهوش ريحة وما يدلش على أن يوجود ليه ريحة هنا أن الرؤي ده بيحسن لناس لغير أهله يعني الناس مش هما مش أهله ولا يجد منهم الشكر هما ما بيحسن إليه وبردك ما بيشكرهوش ده بالنسبة للرؤي لو هو استشعر أنه هو المسك ملهوش ريحة طيب وهنا بقى دي الرؤية اللي جاية مهمة لو الرؤي شاف منامه أنه هو بيضع المسك على النار هنا بيدل على إيه؟ هنا بيدل على أن الرؤي بيعمل عمل فيه غير محله يعني اللي يشوف الرؤية دي ياخد باله من العمل اللي هو بيعمله لأنه بيعمل في عمل غير محله وأنه ممكن كمان بأنه بيستخدم المال بتاعه فيما يضر الناس وعليه أنه هو توخى الحذر ويرجع لله تعالى ويتوب عن العمل اللي هو بيعمله أو المال اللي بيصرفه وبينفقه على ضرر الناس طيب لو الرؤي شاف منامه أنه فيه ميت من أقاربه أو حد هو يعرفه وشاف الميت ده بيضع المسك هنا يتأكد تماما بأمر الله تعالى بإذن الله بإذن الله أن الميت ده بيتنعم بالجنة بأمر الله تعالى والله أعلى وأعلم طيب لو الرجل شاف فيه منامه رؤية المسك رؤية المسك للرجل بتدل على الخير والرزق والمال الكثير بأمر الله تعالى لو الرجل شاف منامه أنه هو بيشتري المسك هنا بيدل على حصول الرجل هذا الشاب الأعزب أو الرجل هنا بيدل على بأمر الله تعالى على حصوله على فرصة عمل وهيحصل من فرصة العمل دي على أموال كثيرة جدا بأمر الله تعالى كمان لو الرجل شاف منامه أنه هو بيضع المسك هنا بيدل ليه على بإذن الله تعالى سماع الأخبار الصارة والسعيدة ليه عن قريب بإذن الله تعالى أو بيدل للرجل على أنه هو لو كان بيعاني من مشاكل أو كان بيعاني من صعوبات مادية كان بيعاني من أي حاجة بتوجه فيه الفترة الدية أو الفترة اللي فاتت كان بيعاني من بعض المشاكل والصعوبات ولسه مستمرة معاه دليل بأمر الله على التخلص من الصعوبات والمشاكل أو الديون اللي هو كانت موجودة عنده أو الهموم أو الأحزان اللي كان بيواجهها فيه الفترة اللي فاتت من حياته وأنه بإذن الله تعالى في الفترة اللي جاية ينعم بنعم كثيرة بإذن الله تعالى رؤية البنت العزباء للمسك هنا بيدل لها بأمر الله تعالى على الخير وعلى الرزق وأنه بإذن الله تعالى لو شافت في منامها أن أحد الأشخاص بيهديها أو بيعطيها ميسك هنا بيدل لها على البشرة لها بالأخبار السعيدة والزواج القريب بإذن الله تعالى يعني اللي جاية لها بشرة كبيرة جدا بالزواج وهيجي لها بالزواج على طول وكمان لو كانت الشخص اللي هي شافته بيهديها المسك والله أعلى وأعلم بيدل على أن هي ممكن تتزوج الشخص نفسه اللي هو بيهديها المسك ده يبقى ممكن أن هي تتزوج الشخص نفسه وأنها هتعيش معاه في حالة من الاستقرار الأسري وأن حياتها هتنعم بروحة البال والرزق بإذن الله تعالى طيب لو شافت في منامها أن هي بتضع المسك هنا بيدل على أن بأمر اللي هي تعالى في الفترة القادمة لها أو أن هي لما تتزوج هتعيش فيها سعادة وروحة البال بإذن الله تعالى وإذا شافت في منامها أن هي بتقوم بشراء المسك هنا بيدل ليها على الزواج بيدل ليها على فرصة عمل جايلها وأن فرصة العمل دي بإذن الله تعالى تنعم منها بكثير من الأموال بإذن الله تعالى رؤية المرأة المتزوجة للمسك هنا بيدل ليها على حاجات جميلة جدا لها في الفترة القادمة لها بيدل لو كانت بتعاني من مشاكل دليل على أن الفترة اللي جاية لها في حياة واستقرار لها في حياتها الأسرية وكمان لو شافت أن زوجها بيهديها المسك بيدل على حاجتين إما أن هي لو كانت لم تنجب من قبل دليل على الإنجاب لها في الفترة القادمة بإذن الله تعالى والحمل القريب أو أن هي لو هي أنجبت قبل كده أولاد ومش عايزة أن هي تنجب تاني ده دليل لو شافت في منام أن زوجها بيعطيها المسك ده دليل لها في الفترة القادمة أن أولادها هيكونوا متفوقين وهينجحوا في دراستهم بإذن الله تعالى رؤية المسك للمرأة المتزوجة بيدل لها على الخير والرزق والمال الكثير بأمر الله تعالى القادم لها في الفترة القادمة أما بالنسبة للمرأة الحامل لو شافت المسك في منامها هنا بيدل لها على الرزق والخير واقتراب موعد ولادتها وأن بإذن الله تعالى الولادة لها تكون سهلة وميصرة بإذن الله تعالى وأن هي بأمر الله تعالى سوف ترزق بمولود زكر لو كان المسك أسود أما لو كان المسك أبيض بأمر الله تعالى هترزق بالمولود وهتكون أنسى بإذن الله تعالى رؤية المرأة المطلقة والمرأة الأرملة في المنام لو شافت المسك دليل بأمر الله تعالى على التخلص من الهموم والمشاكل اللي كانت بتواجهها في الفترة اللي فاتت من حياتها وأنها تنعم في الفترة القادمة لها بنعم كثيرة وأموال وخير كثير بإذن الله تعالى ولو كان عندها أولاد دليل على التفوق والنجاح لأولادها في الفترة القادمة وزوال الهموم والمشاكل وأن هي بإذن الله تعالى سوف ترزق بأموال كثيرة بإذن الله تعالى وهتكون حياتها فيها استقرار لها في الفترة القادمة بأمر اللي هي تعالى رؤية المسك من الرؤيات المحمودة جدا جدا للرأي معادة في حالة واحدة لو الرأي شاف في منامه ان المسك ما كانش لي ريحة او بدون رائحة هنا بيدل لي على ان هو بيحسن لناس غير اهله وكمان لا يجد منهم شكرا ده كانت رؤية المسك في المنام بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا ويا ريت تدعموني بلايك وشير للفيديو اي حد عنده استفسار عن اي حلم يبعته لي في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله ارد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته